السلام عليكم يا اخواتي في عرب تيكنو يا رب كلكم تكونوا بخير محاكي جيم لوبل بيتا نزله تحديث وبقى شبه المحاكي الاندونيسي والصين بس الفكرة هنا ان انت بعد ما بتحمله وبتحمل لعبة تضبج عليه بتوقف على واحد في المية او ممكن توقف على خمسين في المية او توصل مية في المية وما تكملش تنصيب على المحاكي وهي دي المشكلة اللي انا هحلها لك النهاردة ان شاء الله وهقول لك ازاي تتخطاها وتحلها بكل بساطة قل اللي انا طالب منك لو اول مرة تتابعني اشترك دلوقتي في القناة وانضم معي العيلة عرب تيكنو ولايك وكومنت يشجعني في اللي جاي ان شاء الله اول خطوة هعملها ان احنا نشيل المحاكي القديم او المحاكي اللي موجود عندك دلوقتي من جزوره طريقة اللي انا هوريها لك دلوقتي دي كنت شرحتها قبل كده فهضيفها دلوقتي في الفيديو ده وهتطبقها هي هي نفس ما شرحها لك كده طبقها فدلوقتي خلينا ننتقل لخطوة ازالة المحاكي من جزوره وبعد كده نرجع عني كم اول حاجة هتحمل الملف المضغوط ده وهسيب لك اللينك بتاعه تحت في الدسكريبشن هتفك الضغط بتاعه وهيطلع لك الملفين دول واول خطوة هنعملها ان انا هنشيل المحاكي القديم انا عندي المحاكي الصيني هشيله من جزوره دي اول خطوة هنعملها علشان ما يحصلش اخطاء او مشاكل بعد كده لما نيجي نسطب المحاكي الجديد او لما نيجي نشغله هنسطب اول حاجة البرنامج اللي موجود ده اللي اسمه هنفتحه من هنا ونعمله تنصيب عادي جدا كأننا بنعمل تنصيب لاي برنامج عندنا عادي جدا تنصيب بتاعه سهل وبعد ما نسطبه هنفتحه عادي وهنشوف المحاكي بتاعنا هنا فين هندور عليه لو انت عندك محاكي جيم لوب البيتا هتكتب مثلا في السيرش اللي فوق ده هتكتب جيم لوب هيظهر لك هنا او لو عندك المحاكي الصيني هتلاقي اسمه هنا باللغة الصينية زي ما انت شايف كده هتدوس كليك يمين عليه وتدوس على هتشيل علامة الصح من هنا وبعد كده تدوس على هتبدأ تظهر لك الصفحة دي اللي هي بتقول لك يعني هل ترغب بازالة المحاكي هتدوس له على هنا تختار على اي حاجة تعلم كده على اي حاجة مثلا وتدوس على وهنا هيبدأ ان هو يشيل المحاكي ويعمل له ازالة بالطريقة العادية خالص وبعد ما هيخلص هتدوس له على هتيجي هنا تختار وبعد كده تدوس له على علشان يبدأ ان هو يدور لك على اي ملفات خاصة بالمحاكي ده ويقدر ان هو يمسح لك بالمناسبة دي الحاجة اللي بتميز برنامج ريفو انا بشوف ناس تانية بتخش على وبتشيل المحاكي بالطريقة العادية من بس للاسف انت هنا مش هتقدر تشيل الملفات اللي بيجيبها لك برنامج ريفو اللي هي ظهرت قدامك دلوقتي عشان كده انا بفضل ان انت تشيله من برنامج ريفو هتدوس هنا على ودليت هتدوس له على هيجي لك صفحة تانية برضو فيها بعض ملفات المحاكي هتدوس على دليت هتدوس له على وبعد كده يبقى مهمة برنامج ريفو انتهت معنا ونخش للخطوة اللي بعدها الخطوة اللي بعد كده هنخش نمسح ملف اللي موجود عندنا في احد الدرايفرات ممكن تلاقي على انت خش كده دور هتلاقي فولدر اسمه زي ما انت شايف كده فوق فولدر اسمه هو ده الفولدر ده هنمسحه بس قبل ما نمسحه هنخش نشوف مسلا ملف لعبة بابجي قلت لك خده وشيله على جنب هتخش تلاقيه على مسلا هتبص تلاقيه هنا حتى لو اصدار قديم خده برضو وشيله على جنب في حتة تانية وبعد كده نمسح فولدر تنب ده خالص من على الدرايف وبعد ما مسحنا فولدر تنب فيه فولدر تاني برضو على نفس الدرايف هتلاقيه اسمه برو جرام فايل فولدر البرو جرام فايل ده لو دخلنا عليه هنبص نلاقيه ان هو فيه ملفات المحاكي كلها اهي والملفات بتاعة المحاكي وغالبا هتلاقي فولدر ده عندك لو انت عندك المحاكي الصيني زي كده وبعد ما مسحنا فولدر التنب هنمسح برضو الفولدر اللي اسمه برو جرام فايل هو مسحته عندي حوالي اتناشر جيجا مش عارف واخد اتناشر جيجا على ايه انا مش عارف مهم انك انت هتمسحه وكمل بقى الخطوات وبعد كده هتروح على ماي كمبيوتر وتعمل تقف هنا كده وتعمل للكلمة دي اللي اسمها تي اي اس سيف وبعد ما هيخلص واختصارا للوقت هتلاقي ملف زي ده كده ظهر لك اسمه تي اي اس سيف دوت اس وي اس موجود على السيستم اتنين وتلاتين في الدرايف سي هتعمل له برضو تمسحه مسح نهائي من على الجهاز بتاعك الخطوة اللي بعد كده هنفتح رن ان احنا ندوس على شعار الويندوز وحرف الار هيفتح لنا رن ده ونكتف فيه الكلمة دي اللي اسمها وندوس على اوكي هيفتح لنا زي ما انتو شايفين كده اول ما هنخش هنلاقي ملف اسمه هيقابلنا في وشنا ومكتوب جنبه كلام بالصيني هنعمل له برضو ونمسحه من على الجهاز خالص بعد كده هنلاقي تلات فولدرات زي ما انتو شايفين كده هنخش على فيهم وندور على اي كلمة فيها اسم او ونمسحها خالص من على الجهاز خش مسلا اول حاجة على ودور على اي حاجة فيها زي ما انت شايف هنا كده في فولدر اسمه هعلم عليه وعمله برضو دليت خالص من على الجهاز. بعد كده نخش على ما فيش حاجة نرجع نخش على وندور على اي فولدر برضو اسمه او في فولدر هنا هو اسمه هنمسحه برضو خالص من على الجهاز. بعد ما خلصنا الخطوة دي هنفتح رن تاني ونخش على عشان نمسح برضو اي ملف خاص بتنسنت من على هنكتب برضو بعد ما نفتح رن وندوس على من القايمة اللي على اليمين دي اول حاجة هتفتح اللي هي تاني واحدة وبعد كده هنخش على اللي هي تحت دي كده وهنلاقي فتح لنا برامج كتيرة جدا هندور على اي حاجة تخص برنامج او محاكي او زي ما انتوا شايفين اهو لقيت تحت هدوس على وهدوس على هيظهر للرسالة دي انت عايز تمسح اقول له اه انا عايز امسح كل حاجة تدوس والحد هنا يبقى احنا شلنا المحاكي القديم اللي عندك من جزوره خالص وعلى فكرة مشكلة ان في ملفات متبقية عندك من المحاكي القديم وبعد كده ستتبط عليه المحاكي الجديد المشكلة دي هي اللي تسببت في ان بابش توقف على واحد في المية وخمسين في المية وتوصل لمية في المية وما تكملش تنصيب لكن بعد ما شلنا المحاكي اللي عندك ده من جزوره ان شاء الله كل المشكلة هتتحل ودلوقتي خلينا نكمل بس قبل ما اكمل في خطوة مهمة جدا 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 لازم تعملها اي انك لو ما اشتركتش دلوقتي في القناة انزل دوس على اشتراك ولايك على الفيديو ده علشان يشجعني ويدعمني في اللي جاي ان شاء الله وروع علي بكومنت حالو كده على زوقت وبعد كده من ضمن الملف اللي انا هبسابولك تحت في الديسكريبشن برضو مع برنامج ريفو وهتلاقي الملف بتاع تنصيب المحاكي الجديد والملف ده نلسه محمله النهاردة بتاريخ اتنين وعشرين اربعة من على الموقع الرسمي اللي هو جيملوب دوت كوم هتبدأ ان انت تعمله عملية التنصيب عادي جدا هتفتحه كده وتدوس على ايس هيفتح معك كده وتدوس على ستارت وتعمل عملية التنصيب طيب لحد هنا انت عادي جدا هتخش تحمل لعبة بابجي تعمل سرش عليها وتحملها عادي جدا هتنزل معاك من واحد في المية في المية وتكمل تنصيب وهتفتح عادي على المحاكي انا زي ما قلت المشكلة اصلا كانت بسبب وجود ملفات متبقية وكاش وحاجات كتير قوي على الجاز بتاعك انت مش التهاش وهي دي اللي كانت بتوقف عملية تثبيت لعبة بابجي بس انت عادي بعد ما عملت للمحاكي تنصيب عادي جدا وهتفتحه هتحمل لعبة بابجي هتحمل معاك وهتتسطب وهتكمل للاخر طب خلينا يا عام بالفرض ان المشكلة دي هتلسه عندك يبقى المحاكي ده محتاج ان احنا اللفله من الشارع اللوارة عشان تلفله من الشارع اللوارة وفيه طريقتين الطريقة الاولى فاكر ملف الاي بي كي بتاع اللعبة اللي قلت لك شيله احنا بنشيل المحاكي من ملف التم هو ده مثلا انا حطه هنا وقلت لك حتى لو اصدار قديم كده كده عادي هنصطبه دلوقتي وحتى لو اصدار قديم هي كده كده هتعمل اوبديت من نفسها فعشان نصطبه هتيجي عند المحاكي وعند تلات شرط دول وتقف على لوكال اي بي كي انستوليشن وتدوس عليها هيفتح معك البراوس بتاع الويندوز وتروح للمكان اللي انت حافز فيه ملف الاي بي كي اللي قلت لك شيله بتاع اللعبة اللي هو ده مثلا وتدوس عليه كليكتين هيبدأ ان هو يعملك تنصيب للعبة او لملف الاي بي كي بتاع اللعبة ده والمحاكي هيفتح معك عادي جدا والحركة دي كنت شرحتها قبل كده في المحاكي الصيني يعني المشكلة دي اصلا حصلت قبل كده في المحاكي الصيني وشرحتها والشرحات دي هتلاقيها موجودة على القناة دي كانت اول طريقة تعال بقى اقول لك تاني طريقة تلفلوا بيها من الشارع اللورة مسا قبل ما اقول لك الطريقة التانية او اما تكونش اشتركت في القناة ما عملتش لايك لا بقول لكم ايه مش مكمل الشارع خلاص خلاص اكمل 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 انا عارف ان اخواتي بيقدروني الطريقة التانية ان انت هتخش على الموقع ده وتحمل الواتساب واللينك ده هسيبولك تحت في الديسكريبشن او هرفقولك في فايل كده جوه الفولدر اللي انت هتحمله اللي فيه الادوات يعني تخش على الموقع ده وتدوس تحميل اي بي كي هينزل عندك كده ملف اي بي كي زي ملف اللعبة اي بي كي برضو هتروح برضو تعمل نفس الحوار توقف هنا وتدوس على لوكال اي بي كي انستوليشن هيفتح معاك البراز بتاع الويندوز وتروح تختار ملف اي بي كي بتاع الواتساب وبرضو هيعمل تنصيب ويفتح المحاكمة وبعد ما تخلص تنصيب سواء لملف اي بي كي بتاع بابجي او لملف اي بي كي بتاع الواتساب خش على مي اللي فوق دي هتبصت ليهم موجودين هنا بابجي هتلاقيها في ماي جيمز وماي اب هتلاقي فيها الواتساب ففي حالة ان انت ستبت الاي بي كي بتاع اللعبة ولاقيت بابجي موجودة هنا وفتحتها واشتغلت فتمام خلاص طب نكمل بقى في الخطوة التانية دي بعد ما عملنا تنصيب للواتساب ان هو خلص تنصيب وما فتحش معاك المحاكمة فهتروح على مي وتدوس على اي نفس الواتساب دي هيتبدأ مجموت وتجب وقت وقت وصف على الواتساب كده بعد كده هتروح على العلامة اللي فوق ديت وتدوس على عشان يطلعك على الصفحة الرئيسية بتاعة المحاكمة كده. بعد كده هتدوس على اف تسعة عشان يظهر لك المتصفح هتفتح المتصفح تكتب في او تكتب مثلا بابجي اي بي كي تدوس على هيفدا ان هو يعمل لك سرش وتخش على مسلا موقع لما تخش على موقع هتبصت له اصلا قبل ما تخش كاتب لك اصدار اللعبة اللي هو اخر اصدار اللي هو واحد تلاتة واحد ده كان اخر اصدار نزل للعبة هتفتحها كده ومجرد ما هتخش على الموقع هيبدأ ان هو يحمل لك يقول لك جاري التحميل اهوت ولو فتحت الشريط الليفو بتاع الاشعارات ده هتبصت له ان هو بيحملها لك كده. بعد ما هيخلص هتدوس عليها وهتفتح لك ان هي يقول لك يعني تنصيبه كده اكي انك بتنصب برنامج او تطبيق على الموبايل بتاعك عادي جدا. طب ما عرفتش تفتح شريط الاشعارات دوت او ملقتهاش في شريط الاشعارات. هتفضل تعمل كده برضو لحد ما تطلع على الصفحة الرئيسية وتخش على الملفات دي. او ما تفتح الملفات دي هتلاقي ملف بتاع لعبة ببجي نزل هنا كده. برضو هتدوس عليه وتفتحه. وهتدوس له على فتح مرة واحدة اللي هو فتح باستخدام اداة التسبيت دي. كده على المحاكي وتفتحها وتلعب. وبقى انا كده شرحت لك الطريقتين اللي تقدر ان انت تسطب بيهم اللعبة بس من الشارع اللي ورا. ده بحال ان هي ما زبطتش معاك ان انت بعد ما عملت الخطوات اللي انا هتلعك على دي كلها ازلت المحاكي من جزوره وستطبتها ما حصلش نصيب واشتغلت. او ما تحملتش وحصلت هي هي نفس المشكلة. بالمناسبة انا قصلا عندي المحاكي الصيني وبصراحة مش نوع غيره لان اداءه كويس جدا معايا. حد هنا اكون خلصت الحلقة بس قبل ما تطلع اوعى تنسى انك تشترك في القناة يا صاحبي. ولايك وكمنتي يشجعني ويدعمني في اللي جاي ان شاء الله. شير بالحب بقى مع اصحابك علشان تساعد ويحل المشكلة. واشوفكم على خير في الحلقات اللي جاي ان شاء الله في قناة عرب تيكنو. سلام.